جمهور الاهلي حاجة محترمة جدا 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 حاجة جميلة جدا النهاردة كان فيه من الفين ونص لتلات تلاف متفرج موجودين في الملعب في ملعب الجيش ببرج العرب البداية كلها بتقول ان البداية حلوة ارجو ارجو انا الحقيقة هنا برضو مش عارف اقول كلامي ده الميل لانه عايزين نشوف النهاردة لو الصور جاهزة عندي تلات اربع صور عايزة وريها لحضراتكم لانه في النهاية انا حوجه هنا كلامي لربطة الاندية ولاتحاد كرة القدم المصري هم دول المسؤولين عن الكرة قدامي وعن الجمهور وعن كل حاجة المباراة حلوة والاهلي كويس الاسماعيلي عامل المباراة جيدة وحنتكلم فنيا وجريده استطاع ان هو يعمل المباراة ويدير المباراة بشكل كويس ناحية التانية الزمالك واسموحة مباراة حلوة ما بين الطرفين كابتن طريق العاشر الحقيقة ادر يتعامل لغاية الديئة 80 وبعد كده ادر الكابتن مستر فريرا جزوالدو فريرا ان هو يعيد المباراة لنادي الزمالك وبخطأ شريف رضا جاب جون والدنيا لطيفة مباراة حلوة والدنيا لطيفة وحلوة ونقدر نتكلم في نواحي فنية كويسة جدا ولكن اذا كنا بنتكلم انبالح عن العدالة فكنا بنتكلم عن العدالة التحكمية العدالة التحكمية النهاردة كانت انا وجهت نظر انها كانت كويسة جدا يعني اذا كنا بنتكلم عن كلاتن بيرج اللي عندي عنده موضوع مهم جدا جدا النهاردة واتمنى ان كل الناس تسمعوا او تسمع الكلام اللي انا بقوله وتركز فيه لان هناك حرب قادمة حرب قادمة انا عارف انا بقول لحضرتك ايه هناك حرب قادمة بتحصل هقول لكم ازاي وليه انا عندي كلام مهم جدا هقوله في موضوع كلاتن بيرج ولكن كلمنا عن عدالة تحكمية الحمد لله من مبارح للنهاردة يعني اذا كان هناك اخطاء فهي اخطاء ليست مؤسرة اللعب ماشي على كل الاطراف كل حاجة لطيفة باستثناء الملاعب برضو يعني انا شفت الملعب اللي كان بيلعب عليه السموحة والزمالك بيلعبه النهاردة عليه ما قولينا العرب ما قولينا العرب النهاردة مش جاهزة ارضية الملعب مش جاهزة خالص خالص عايزين نبقى عندنا ملاعب افضل من كده عايزين نبقى عندنا حاجات افضل من كده فكل حاجة الحمد لله ماشية كويسة باستثناء الملاعب وحاجة اخرى خلينا اوري لحضرتك اول صورة انا عايز اوريها لك النهاردة وانا ما بجيبش الحاجات دي من عندي وما بجيبها بغرض انا بجيبها بغرض ان انا نفسي اشوف الجمهور مالي للستاد وليس شيء اخر ده اول مباراة في الدولي نادي الاتحاد بيلاقي نادي اسوان في استاد اسوان خلاص عدد الجمهور نقدر نعدهم مية وخمسين بالكتير متين تلتمية كل نادي له ثلاثة الاف خلاص صورة اللي بعدها ورهالي ده جمهور نادي الاسماعيلي النهاردة اهو نقدر نعدهم يعني خمسمية ستمية سبعمية اقل شوية اكتر شوية يعني ما يعديش الالف فاذا احنا هنا في اطار الكلام الحلو الجميل اللي بعده صورة اللي بعدها نشوف كل الملاعب احنا بنتفرج مع بعض انا وحضراتكم على كل الجمهور علشان عايزين دوري حلو اهو حضرتك ده النادي الاهلي ده جمهور النادي الاهلي في مباراته النهاردة امام النادي الاسماعيلي ما يعديش الالفين الالفين ونص متفرج تلت تلاف بالكتير خالص لو جيت اعدهم عايزين انا اعدهم ونحط عليهم ارقام ممكن يعني انا والله والله انا هنا لما بتكلم بتكلم علشان الصالح العام جمهور ده الجمهور ده اللي قدام حضرتك ده جمهور النادي الاهلي وقابلوا جمهور الاسماعيلي وقابلوا جمهور اسوان صدقوني صدقوني الجمهور ده هيعمل حاجة حلوة جدا 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 السنة ده طيب وريني اللي بعده لا هنا اقف هنا لازم اقف انا اسف جدا انا لازم اقف هنا هل عدد جمهور الزمالك اللي كانوا كويسين وكانوا زي الفل والزمالك كسب وحاجة حلوة جدا والناحية الفنية رائعة وكل حاجة حلوة خلاص باستثناء الملاعب زي ما قلت لحضراتكم هل جمهور الزمالك ده 3000 متفرج في مدرجات الدرجة التالتة في نادي المقاولون العرب والله انا حاولت ادور في كل الملاعب طيب لو وديت حضرتك اذا حاجة واضحة امام الجمهور امام العدالة كل ما نريده هو العدالة زي ما بتكلمنا امام العدالة التحكمية والحمد لله النهاردة الدنيا ماشية زي الفل امام العدالة تحكمية بشكل كويس جدا النهاردة عايزين العدالة الجماهيرية من فضلك يا استاذ جمال علام النائب احمد دياب من فضل حضراتكم احنا عايزين العدالة الجماهيرية فقط لغير كل ما نريده خلال هذه الفترة ان احنا نبدأ دوري محترم دوري محترم من الناحية الفنية ودوري محترم من الناحية الجماهرية ودوري محترم من الناحية الجماهرية هو لو حضرتك قلت اي حد لو حضرتك قلت ان هات لجمهور الاهلي لو حضرتك قلت هنا لو قلت عشر تلاف مش هيجي عشر تلاف إذا كان في الكويت والسعودية في مباراة سلة وفي مباراة يد الدكتور محمد سراج النهاردة هنحاول نجيبه ودلوقتي بيقول إنه هيبقى فيه 4500 واحد مشجع على حسب ساعة الملعب يعني لو الملعب يساعة 20 ألف كان هيبقى فيه 20 ألف أهلاوي كان هيبقى النادي الإسماعيلي من حق إنه هو يجيب أكتر من 500 متفرج فجماعة من فضل حضراتكم كل ما نريده اللي حيطلع يشتم يشتم ولا حيطلع يزايد يزايد ولا حيطلع يقول يقول أنا لا أنظر إلا للمصلحة العامة مصلحة بلدي ومصلحة نادية مصلحة نادية إنه أنا أشوف الجمهور وأشوف الحلاوة الجمهور متواجد في كل مكان في أسوان هو أنت لو حضرتك في مباراة الأهلي والإسماعيلي لو قلت 10 ألف متفرج أهلي و10 ألف متفرج إسماعيلي ما هو حيجي 10 ألف و10 ألف لو مباراة القابلة دي كانت إيه أسوان مباراة أسوان لو هنا حضرتك قلت أو سمحت ب10 ألف متفرج ما هو حيجي 10 ألف متفرج الساعة 3 الضهر في عز الحرف أسوان كل ما أنا عارف إن ده خطأ غير مقصود إذا كان هناك خطأ فهو خطأ غير مقصود أنا متأكد من ده متأكد من ده ولكن زي ما بنتكلم مع حضراتكو دائما بصراحة وبنجد تلبية كل الطلبات اللي إحنا مش الطلبات أنا أسف تلبية كل حقوق الأندية من خلال قناة الأهلي بنتكلم عنها بشكل عام